وفي سياق آخر قال وزير وشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي وتعون الإسباني خسين منويل الباريس إن المغرب وإسبانيا اللذان يقيمان أكثر العلاقات كثافة وغينا التي يمكن أن توجد في العالم تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد وأكد سيد الباريس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب اليوم وغدا في أول جولة خارجية له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة أكد أن شراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا أضحت الآن شراكة متعددة الأبعاد لأنها تشمل جميع المجالات بفضل خريطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل من العام الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأشرى رئيس الدبلوماسية الإسباني لأن هذه الشراكة بين البلدين تتجسد قبل كل شيء في الثقة التي يضعها البلدان في بعضنا البعض كشركين استراتيجيين تربطهما علاقات سياسية رفعة المستوى وروابط إنسانية يتم نسجها أكثر فأكثر معتبرا أن هذه الركائزة جعلت من العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا واحدة من أكثر العلاقات غنا وكثافة التي يمكن أن تجد في العالم ترجمة نانسي قنقر